شارك السيد جمال عبد العزيز العلوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الاجتماع الثاني عشر للفريق العامل المعني بالاتجار بالأشخاص والمنعقد في فيينا بحضور دولي وأممي كبير وتأتي هذه المشاركة تعزيزا للمكانة الدولية المرموقة لمملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ومن منطلق تعزيز الشراكة الدولية وتنسيق الجهود وبحث القضايا المشتركة ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وشدد العلوي على أن مملكة البحرين ملتزمة بدعم كافة الجهود والمبادرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص وحفظ حقوق الإنسان بشكل عام مستمدة ذلك من النهج السامي لجلالة الملك المعظم وبدعم الحكومة برئاسة سمولي العهد رئيسي مجلس الوزراء وأكد حرص المملكة على التطوير المستمر للمنظومة والتشريعة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال مواكبتها للأحداث والظروف العالمية المؤثرة على منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر